السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمي خديجة عبد الرحمن انا طالبة من مدرسة اكادمية الالماء الموهوبين والاسلامية الموضوعنا اليوم انتظر الفرج في الادة عند الترمذي افضل العبادات انتظار الفرج قال الله سبحانه وتعالى في الكرآن الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليس الصبح بقريب صبح المهمومين والمهمومين له فانظر الى الصباح وارتكب فتا من الفتاة تقول العرب اذا اشتد الحبل انقطع والمعنى اذا تأزمت الامور فانتظر فرجا ومخرجا وقاله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم من يتكي الله يجعل له مخرجا وقال جل شأنه ومن يتكي الله يكفر عنه سيئاته ويعذم له أجرا ومن يتكي الله يجعل له من أمره يسرا وقالت العرب الغمرات ثم ينجلينه ثم يذهبن ولا يجنه وقال الآخر كم فرج بعد إياس قد أتى وكم سرور قد أتى بعد الأسى من يحسن ظن بذي العرش جناه هلو والجناه الرائق من شوك السفا وفي الهاديث الصحيح أنا عند ظني عبدي به فليظن بما شاء قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم رسلنا فنجي من نشاء وقوله سبحانه فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا قال بعض المفسرين بعضهم يجعلوا هديثا لن يقلب عسر يسرا وقال سبحانه وتعالى لعلا الله يحدث بعد ذلك أمرا وقال جلسمه ألا إن نسر الله قريب إن رحمة الله قريب من المحسنين وقال شعير إذا تبغيك أمر فانتظر فرجه فأقرب الأمر أدناه إلى الفرج سارت عين ونامت عيون في شؤون تكون أو لا تكون فدعي الهم مما استطعت فهم لانك الهم مذنون إن ربا كفاك ما كان بالأمس سيكفيك في غد ما يكون وقال الآخر دعي المقادير تجري في عينتها ولا تدامن إلا قال البلال ما بين غمضة العين وانكباحتها ويغير الله حال إلى حال سأكف هنا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان مبارو